يا سلام والله هذا الحلش الحلو طبعا هذا الحلش الحلو كل الحريم حلوات كل البنات حلوات البير والسمر والحنطية وكل الشي يعطيك العافية أبو نواف وبصراحة يعني مع هذه الفنون اللي إن شاء الله قاعدة ترجع ما أنا بنقول إن الفنون هذه النسيت يعطيك العافية بوجود أمثال أبو نواف إن شاء الله رح يكون في استمرارية لتراتنا الجميل اللي إن شاء الله يكون دائما في أذهان الشباب إن شاء الله يا رب أنت تغني مساعدة بس هم تغني اللغنية هذه قتلت إن كانت نفس اللحن الفنان عبدالحسين عبدالرضى في الأوبريت نفس اللحن نغلناها بس كلمات غير طبعا بالنواف نحن طبعا رح نسمع فاصل مراويس بعد شوي إذا بتقول كلمة في نهاية في مكالمة هلأ في مكالمة بدنا نأخذها حق الفنان ألو 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 سهلا فيك يا هلا فيت يا لك الفنان صراحة حمد خليفة شلون يا أهلا يستملكم يعطيك العافية الله يستملكم عافيكم إن شاء الله أساك مستانت معنا الليلة في أكيد طبعا أكيد مع ابو نواف والشباب الحلوين المراويس والقرال كلهم ما شاء الله يعني يعني بنواف يعني غني عن تحريفة الله صراح يعني يعني خذ الفن الشعبي ها بحداثيرة طبعا من الفنون البحرية من السامري من الأصوات وهذا حقيقة يعني 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 يمكن يعني شيء قليل يعني بذكرها الفنان الكبير طبعا تليم على العمار السلام يا أبو أحمد صلاح أحمد خليفة يمكن ما حشينا فيك إحنا يبنى سيرتك بالخير وكاعد بشاهد ونتمنى نتمنى تفكر إن تي يوم عندنا تشري ونركز مثل ما قال بو نواف إن نركز على الفنون الشعبية نحاول نحافظ يعطيك العافية فناننا صلاح أحمد خليفة إن شاء الله يرب فعلا تكون ضيفنا في تول ليل وشنو يجمعك مع الفنان صلاح شكرا أستاذ صلاح والله نحن نفس الروح تقعدوا مع بعض أنتكم أغاني مع بعض وتبعصون بعض من فيكم اللي يعني ينتقد الثاني أو يعلم الثاني أو إن من فيكم آه داشة قتلك قتلك أخونا الله شبيك شبيك خفت لا لا العكس ما خفت والله بس هو طورة غير يعني عن طوري فأنا ما أقدر أنتقده وهو ما أقدر أنتقدني يعني هو لا تقصد خط تاني نعم هو خط مدرسة حمد خليفة يعني وأنت وإنت مدرستك حمد خليفة أنا مو حمد خليفة أنا في البداية كنت حمد أي واحد في البداية يحب الصوت يسمع حمد خليفة وبعدين يبتدي بعدين عاد هو على كيف لأن أنا حمد خليفة صراحة صعب علي يعني ما يجي دوبوم يبلغ أطلب طلب ونواف قبل أن ننهي بعد إذنك يعني إذا حافظها وأكيد حافظها سامرية أبشري يعني أنا أنا محافظها بس إذا تبون أغني أي سامرية ثانية أغني معروفة إذا ممكن بس بدون العود بدون هتانا لأ وابر نوح في الحمام نحتنا لوابرا ما يطيج الصبر يا ملي قلب ما يطيج الصبر عبر ومظنوني يا أهل المراك عبر مظنوني روعة لا حرمتنا اليوم من السامرية بسرعة لا أبونا وافترة ما شاء الله كل ما نبي نختم معايا أنا التليفون أتدري من عندنا عندنا الفنان الملح الأنور عبد الله يعني فناننا الكبير اللي يعني غنى لأ الكثير من الفنانين غنو له وألحانة جميلة جدا تحب تسمع له ولا طفعا تحب تسمع ألحانة ولا الألحان هذه اللي هي يعني اللي هي حديثة لا أنا بيني وبينك أسمع كل الأغاني أسمع بس والله ما أدري يعني من هو اللي ملحن من هو يعني تعطب الكلمة ولا أنا أسمع أغاني وايد الفنان أنور عبد الله وأستاذي درستني بالمعهد